منذ أصبحت مأرب بعيدة عن يد ميليشيا الحوثي والمخلوع ونيرانها المباشرة لم تتوقف صواريخهم عن أجواء المدينة يوما تخطئ معظم تلك الصواريخ أهدافها بفضل منظومة الدفاع الجوية التابعة للتحالف العربي التي تحمي المدينة والمدنيين فيها وتصبحها نفسها أهدافا في سماء المدينة في مرات معدودة استطاعت صواريخ الميليشيا اختراق أجواء مأرب محيلة سكونها إلى مأتم وفي تلك الحالات كانت صواريخ الكاتيوشيا هي أداة الجريمة والتي يمكن أطلاقها من مسافات قريبة من مناطق لا تزال تتواجد فيها الميليشيا على تخوم مأرب ولا تستطيع منظمة الدفاع الجوي إسقاطها هذه المرة صاروخ جديد في قلب المدينة التي أصبحت مأوا لكل اليمنيين الذين لم تتسع لهم مدنهم بعد سيطرة ميليشيا الحوثي والمخلوع عليها تقول المصادر المحلية أن صاروخ كاتيوشيا أطلقته الميليشيا استهدف مطعما وسط حي شعبي مكتظ بالسكان مخلفا عدد من المدنيين بين قتيل وجريح فيما تبقى الحصيلة النهائية لعدد الضحايا مرهونة بالحالة الصحية للمصابين الذين تبدو حالة معظمهم حرجة وهكذا تبقى صواريخ الميليشيا التي تتوعد بها قياداتها دائما كونها أحد خياراتهم الاستراتيجية في مواجهة ما يسمونه عدوانا خارجيا لا تجد لها من هدف سوى المدنيين في المدن اليمنية وعلى رأسها مدينة مأرب اشتركوا في القناة